تمرة تلاوة القرآن وآثرت نفوس المتخلقين به مجالسته واعتبرت بقصصه واهتدت بهديه فغد القرآن مجليا لأحزانهم ومذهبا لهمومهم ومحطة لأنظارهم وأمس الذكر الحكيم ملادا لخوفهم ومائدة لعكوفهم وغداء لأرواحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عن أبي در قال قلت يا رسول الله أوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني الله أكبر كأن أبا در استقل هذا الأمر فلم يشفغ لي له لكنه وجد نفسه أمام بحر لا ساحل له بحر كريم لا حدود لكرمه يعطي حتى يرضى السائل قال قال المصطفى عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ودخر لك في السماء نعم أخي المؤمن إذا أردت أن تحظى بنور من النور وإذا أردت أن يكون لك ذكر عند ملائكة العزيز الغفور فاعكف على تلاوة القرآن وتدبر آياته وأخلص النية عند تلاوته وقرأ بنية تطبيق أحكامه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومصطفاه وصفيه وخليله يقول بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكتر خيره أن يقرأ فيه القرآن وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن نعم أخي المؤمن أتحب بيتاً أتحب أن يكون بيتك كالجنة أتل فيه القرآن يصبح بيتاً تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويدكرك ربك أنت وأهلك عليك بمدارسة القرآن اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وزوجه ومن اهتدى بهديه واقتفى أطره إلى يوم الدين اللهم زينا بزينة القرآن وعطر نفوسنا بأريج صوره وبمسك آياته واغسلنا اللهم من خطايانا بماء تلاوته وبكافور تدبره واملأ اللهم قلوبنا بحب تلاوته ومدارسته وارزقنا اللهم لدة الأنس به وسعادة الروح بمجالسته واطبع لنا اللهم بطابع الثبات على أحكامه واختم لنا اللهم بخاتم الامتتال لأوامره والوقوف عند حدوده آمين آمين والحمد لله رب العالمين إخوتي وأحبتي في الله لازمنا نتجول في بستان رمضان هذا البستان الفسيح الذي ازدانت أرضه بكل ألوان الظهور وبكل أطياف الأشجار وبكل أنواع التمار نستأدن مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يدخل معنا لساحة هذا البستان لكي نقطف أطيب الثمار أيها الإخوة اليوم مع التمر من أعظم الثمار ألا وهي تمرة تلاوة القرآن وما أدراكم ما هذه التمر الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إذن أخي المؤمن يا من تبحث لك عن مصحوب تستأنس به وتبحث لك عن جليس تسعد بصحبته وتفخر بمحبته يا من بدلت قصار جودك للبحث عن صاحب تقر به عينك وتطمئن به نفسك فلم تجد إلا قلوبا صلبة ولم تصطدم إلا بذئاب في صور أكباش يا من هضرت وقتك في البحث عن صديق وديع تستأنس به وتستأمنه على حياتك وتضع فيه كل تقتك فلم تجابه إلا بصداقة باردة أو صداقة لا تقدم لك شيئا ولا تؤخر ولم تصطدم إلا بوجوه عابسة إن ابتسمت ضلعاته إذا بدت هذه الوجوة كأنها تبتسم لكن القلب يضمر أشياء أخرى إن أظهرت لك حسنة أخفت عنك ألف سيئة وإن مدحتك في حضرتك أو بجلتك في طلعتك اغتابتك وحطت منك في غيبتك وإن ذكرتك بالآخرة وخوفتك بالنار أخذت منك الدنيا وجردتك من كل شيء وإن لازمتك في الأفراح والمصرات غابت عنك في الشدائد وخذلتك في الأطراح أيها الإخوة يا من تبحث لك عن جليس في رمضان فلم تجد جليس تكون في هذه المواصفات ديال الصدق وديال الإخلاص الجليس الذي ينفعك ولا يضرك قد لا تجد هذا الجليس لكن كلام الله أفضل جليس لك في رمضان إذن أخي المؤمن ها أنا دا اليوم أقرح وأقترح عليك جليسا وفيا وصديقا نقيا ينفعك ولا يضرك أبدا القرآن معمر ما يضر الإنسان غنفك في الدنيا ويكون لك شفيعا في الآخرة تنتفع بصحبته وبمحبته وملازمته في الدنيا ويكون لك محاميا ومدافعا عنك يوم القيامة حتى يدخلك الجنة هل هناك أطيب وأخلص من هذا الصديق أيها الإخوة نحن تعدتنا على أنواع هذه الصدقات لتكون مبنية على أطماع دنيوية مآرب شخصية صدقات إن خوفتك بالآخرة وبالله تبارك وتعالى أخذت منك الدنيا مبنية على الأطماع المادية والمآرب الدنيا والمقاص الدنيوية أيها الإخوة لكن القرآن لن يخونك القرآن يلازمك في الدنيا ويلازمك في الآخرة بل يكون مدافعا عنك يوم القيامة هذا الصديق الذي لك أندلك عليه اليوم أيها الإخوة لا تنتهي الحكم العلم دياله ولا الحكم دياله ولا تقع عيناك منه على قبيح ولا تشم منه إلا أطيب ريح إنه القرآن يسمو بك من حضيض الترى إلى أعلى درجات الترى جليس أيها الإخوة هذه أوصافه أولا يتميز بغزارة علمه القرآن هو المكمن ديال العلوم كل علوم كنا في القرآن تتفجر الحكمة من بين السطور يأتيك بأخبار الأولين ويخبرك بأحوال الآخرة تجد فيه ضالتك أي حاجة بغيتها كتعجبك في الدنيا ستجدها في القرآن الكريم ويجعل منك إنسانا آخر ليس كباقي الناس إذا أصبحت أخلاقك أخلاق القرآن والله سبحانه وتعالى أكرمك بأنوار القرآن تغيرت حالتك أصبحت إنسانا يكن المحبة لكل الناس لأن القرآن لا يفرق بين المؤمن والكافر ولا بين الأسود والأبيض القرآن عند الناس سواسية إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن إذا أصبحت وأصبحت أخلاق دي القرآن تتمثل فيك كان الناس عندك سواسية أصبحت تحب الناس وتحب الخير للناس ولا تفرق بين هذا وبين ذاك إذن قلنا يجعل منك إنسانا آخر يزين لك كل شيء من حولك هكذا ينظر الإنسان إلى الناس قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين الله تعالى أعطاك الطرق أبين أزين لك الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله سبحانه وتعالى قال لك يا أيها الإنسان ينزل من عليائه ينزل لكي يخاطبك ويهمس في أذنك ويقول لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي شغلك عن الله ما الذي دفعك لكي تعبد غير الله من الذي دفعك لكي تصرف قلبك ووجهك عن الله وعن أحكام الله من الذي دفعك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك هل هذه المخلوقات هي التي خلقتك هل هذه الدنيا التي شغلتك عن الله هي التي خلقتك وهي التي تطعمك وهي التي ترزقك لا كلا والله الله تعالى هو الذي يطعمك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك في أحسن صورة سبحان الله حتى أن الإنسان أعطاه الله على هذه اليد إذا أريد أن يأكل يأكل في الفام لا يأكل في اللودن من الذي علمك هذه الأمور من الذي علمك القعودة في بطن أمك من الذي كان يمدك بالأكل والشرب وأنت في بطن أمك إنه الله تبارك وتعالى فلماذا عبدت غير الله سبحانه وتعالى هكذا ينزل القرآن ويخاطبك يخاطب كل إنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لكن الإنسان يكذب بالدين لكن الإنسان تجبر وتكبر عن الله تبارك وتعالى إذن قلنا هذه مواصفة القرآن يزين لك كل شيء من حولك يذهب أحزانك ويضحض دنوبك ويجعلك توتر الآخرة على الدنيا كيقول للقلب ديلك معلق بالآخرة لأنك ربطت علاقة علاقة دي المحبة ود علاقة دي المحبة بينك وبين الخالق هذه المحبة التي افتقدناها اليوم افتقدنا هذه المحبة تخيل 11 سهر والإنسان كيعصى الله سبحانه وتعالى كي يجي رمضان ربنا يخاطبك قبل أن تخاطبه ويجيبك قبل أن تجيبه صهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان الله تعالى اجعل لنا هذه المناسبات إن في أيام الله لا نفحات اقدر الإنسان تسيبه غير واحد نفحة من هذه النفحات دي الرمضان تكون هي السبب للنجاة دياله من عذاب جهنم يوم القيام نفحة واحدة تشملك نفحة واحدة من النفحات دي الرمضان قد يجدك التلت الأخير متبتلا بين يدي الله تبارك وتعالى تسأل ربك فدعوة ديالك كتصادف أبواب الإجابة تطلب ربك شيئا عظيما تطلب ريضى الله تبارك وتعالى لين بغي أن نكون طلاب الجنة أيها الإخوة هذا مطلب مادي هذا المطلب دي العامة الناس أطلب وجه الله تبارك وتعالى أطلب الله تبارك وتعالى أما الجنة راه كيطلبوها قال حتى العصاة كيطلبو الجنة لكن المؤمن غايته أن ينال رضى الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله تعالى الذي خلق الجنة وخلق هذا الإنسان يستحق أن يعبد بغض النظر عن الجزاء بغض النظر على الجزاء كيف ما كانت الجزاء لكن الواجب أن نعبد الله سبحانه وتعالى أن أعبد الله تعالى كما أمر والوسيلة التي بها أعبد الله تبارك وتعالى وأتقرب وأتعرف إلى الله وانعرف الله تبارك وتعالى ألا وهي القرآن الذي هجرناه اليوم نحن هجرنا القرآن ما كانت تفكر القرآن من رمضان إلى رمضان إلا قلت لصاحبك الآخر العهد ديك بالقرآن يقول لك رمضان دي السنة اللي مضات آخر ختمة ختمتي يقول لك في رمضان اللي قبل الرمضان اللي فات عيب علينا أيها إذن فالقرآن هو الذي يعلمنا هذه الأمور يسحرك بإسلوبه الرقيق ويجذبك ببيانه وتماسك آياته وصوره إنه القرآن يا أمة القرآن هل وجدت أخي حتى هذه اللحظة صديقا هذه أوصافه عمرنا لقينا شي حبيب ولا وحد صديق اللي كتجلى في هذا الخصال اللي اسمعناها على القرآن الكريم وهل ألفيت من قبل صاحبا هذه أخلاقه أبدا ممكنش القرآن كما قلنا كينفعك وما كيضركش الصاحب قد يقف معك ينفعك يضرك يغشك يخونك لا ينصحك يغشك ها تفتقده في الوقت اللي خاص يكون معاك تفتقده لكن القرآن معاك أينما حللت وحيث مرتحلت عن علي كرم الله وجهه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فقلنا ما المخرج منها يا رسول الله هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيخبرنا وكيعلمنا وتقول لنا رغادي نتعيشوا واحد الفتنة ونحن اليوم نعيشوا هذه الفتنة فتنة ديال الانترنت ديال وسائل الاتصال أكبر فتنة أيها الأخوة بالله عليكم أعطيوه حسوية للقرآن أعطيوه حسوية لنفوسكم في رمضان راه العام كامل والإنسان مشتغل بهذه الوسائل العام كامل والمراسات دا التليفون كتدرى في التليفون والعام كامل وحنا يعينينا خارجين في الفيسبوك العام كامل ولكن الله تعالى بغاك فات شر بغاك انتاء ما بغاكش تعطي دروس للناس للأسف ذاك الشي اللي غير رسل للناس الرسلوا لي يا أنا نعمل به حتي فت رمضان ونعلم الناس ونوري للناس فالله سبحانه وتعالى بغاك في هذا الصار بغاك انتاء انتاء إلا الصيام فإنه لي الله تعالى بغاك انت تعرج بنفسك إلى الله تبارك وتعالى ما تبقاش هاد المطبطات وهاد هاد 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 لكي عقل إنسانه ما كيخليش يتحرك بغاك الله تعالى تخلص منه ولهذا أعانك الله سبحانه وتعالى لهذا قيد الشياطين لهذا فتح الله تعالى أبواب الجنة لهذا غلق الله تعالى أبواب النار لهذا دار الله تعالى هاد الحويج باش انه يساعدك يواتكون هاد الوسائل الاتصال احتهي من الأمور اللي بغايفكنا من الله سبحانه وتعالى نتحرم منها احتهي باش اننا نخلص العمل لله تبارك وتعالى ويبقى السغل الشاغل ديالي هو نفسي اشنو أنا غندير اشنو أنا غنخرج هاد رمضان ما هي السواهيد اللي غنتخرج بها هاد هو السؤال المطروح واش في آخر ليلة من رمضان غادي نكون ممن غادي تلقوا السواهيد دياله وغادي توشحوا عما سيدي بديك الأوسيم هاد الرمضان ام انني نكون من الخائبين نكون من المطرودين من المردودين اعلاش لانني ما عظمت ستصر ها ما عظمتوش ما قدرتوش حق قدري لهذا ايها الاخوة ينبغي ان نعود الى القرآن نعود الى الله نصطلح مع الله تبارك وتعالى اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب وارداء وان يجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ادعو الله يستجب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة هكذا كي يبيل لنا ان المخرج من هذه الازمة اللي كنعيش احنا اليوم احنا اليوم نعيش هذه الازمة والله يا اخوان بالامس القريب كانت المساجد مفتوحة وكنا نمر على المساجد وكان نمش للاشغال ديالنا ما شكرنا الله تبارك وتعالى ما حضرنا لصلاة الجماعة عيب رمضان ولا اوصلي صلاة الجماعة في المسجد هذه كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر هذه اليك تغير مريح في الدار ديالي وما نمشيش نصلي ما عندي حتش يعد الوالو هذه رمعصية هذه ركون دير هالسلف الصالح رأى شهر هو يدير فيها قنوط يقنط فيها الله سبحانه وتعالى ويعتق فيها شهر بشي اغفر لي الله تعالى هذا الدنب هذا رأى مصيبة هذه يا اخوان دنباني لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله كما قال ابن حزم رجل افطر يوما واحدا من رمضان ورجل اخر الصلاة حتى خرج وقتها لماذا يصلي الصلاة ديال الفرد في الجامع في الوقت ديالها غادي يصلي ما في الدار دياله في الوقت ديالها غادي اخرها ولا اخرها ارتكب معصية اعظم ذنب بعد الشرك بالله يا اخوان فلهذا رمضان هو فرصة ديال الصالة في وقتها نحافظ عن الصلاوات الصلاوات هي مكفرة لما بينها ايها الاخو نحافظ على الصلاة في الجماعة اول شيء لا ينبغي ان تفوت لصلاة الجماعة الا لعند العدر لعند العدر لا نتحدد عنه عدرا شرعيا مقبولا هذا لا نتحدد عنه نتحدد على الناس اللي غير برايحين في ديورهم وشادين الهواتف ومتبعين الفيسبوك الواقاع ذاك اللي كي يوقع متبعينه سادة والفادة لكن النفس فينا هي والله لن تنفعك الا نفسك الا العمل الصالح اللي اتقربت به الله سبحانه تعالى لن تنفعك هذه المواعد لان وعدت الناس لكي يقال فلان واعد فقد قيل لكن تعال انت انت حاسبه معاك اش درتي هالشي اللي رسلت العباد الله اش ندرت ما هو حظك انت ما هو موقعك ما هي قيمتك ما حظك من هالشي قال اللي رسلت العباد الله وعلمت الناس فينا نفس ديرك قليلا ما نتنبه يا اخوان والله رمضان هو فرصة ديالي انا هذا كشار ديالي انا مش ديال الناس مش ديال انني اربط العلاق بالناس لا نخلي ذاك شيتان ونبعد لكن نتعلم نتسحن في هذا الشهر المبارك نتسحن بالايمان وبالتقوى وبهذا الامور كلها باش نعطي للناس ونعلم للناس فالعلماء رحمهم الله حينما كان يدخل رمضان كانوا يغلقوا ابواب العلم ذاك العلم اللي سيغلقوا على الله وعلى تلاوة القرآن كانوا هما يغلقوا ذاك الكتوب فكيتفرغوا القرآن الكريم كيتفرغوا لنفسهم لأنه فاقدوا الشيء لا يعطيه انت ما معلمش بعدها اصلا كيفاش بغيت تعلم الناس انت ما كتفرش بسرود الواعد كيفاش بغيت وعاد الناس تعلم انت وتفقه انت وزكي لبسك انت عاد قلب على انك تزكي الانفز للناس لهذا يا اخوار كان فهموا الدين دينا خطأ كان سحاب أنا رمضان هو رسل هذه الرسائل وصافر انا كنت بالواجب اخي ربي غرسك علم مع نفسك قيفو حال وقفة مع النفس ديالك جدد التوبة مع الله سبحان وتعالى جدد العلاقة ديالك بالله سبحان وتعالى اصطلح مع نفسك اصطلح مع نفسك ثم بعد ذلك بلغ هذه الامور للناس اذا نشوف انت قلنا المخرج من هالشي قاعد اللي كنعيش احنا يا اخوان هو كتاب الله هو القرآن العلاج ديالنا هو القرآن لماذا يا سيدي يا رسول الله قال فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بينكم او فصل ما بينكم وفيه خبر ما بعدكم الى اخر الكلام هو حديث طويل جدا لكن لحد الساعة بقى احنا مدخلنا في الموضوع الموضوع اللي بغنا نتكلم فيه هو الطمر ديال القرآن الكريم هو انني كيفاش يكون عندي واحد الورد فاتشار المبارك فهما وحفظا وتعلما وتلاوة وتقربا كيفاش نقرأ القرآن بنوايا متعددة نقرأ القرآن بنية الرزق الحسن نقرأ القرآن بنية يكون ولادي صالحين نقرأ القرآن بنية انني بش الله تعالى يحفظني من شر كل دابة هذي كلها نوايا نستحضرها والله سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نذكر حديثا أو حديثين لأن الموضوع مدخلنا له أصلا قابس يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيام بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه الإمام مسلم حديث صحيح هكذا يوم القيام يؤتى بالقرآن وأهل القرآن الناس كانوا يقرأوا القرآن ويعملون بالقرآن كتقدمهم صورة البقرة صورة البقرة وآل عمران غادين ها قارد كور ديال ديال أهل القرآن هي البقرة وآل عمران غادين قدامهم بش هم يكونوا محامين على أهل القرآن هم لغا يدافعوا هم لغا يسفعوا لأهل القرآن قاتوا حاجان عن صاحبهما كيدافعوا على صاحب القرآن يوم القيامة واش هالشي كي خلنا أننا نتركوا نهجروا كلام الله سبحانه وتعالى يا إخوان وعن عثمان رضي الله عنه قال قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلم ها خيرنا من تعلم القرآن وعلمه ما شلي عكف على الفيسبوك ولا اللي غافل خير الناس من تعلم القرآن عرفة شنو اللي كيف في القرآن وعلم القرآن وعن عائشة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه الساق له أجران حتى الإنسان اللي ما عارفش يحاول يعرف يحاول يفهم شوية بشوية رأي ذاك الإنسان اللي كيقرأ وكي يتهجأ رأي عنده جوج دي الأجر الأجر دي القراءة أو دي الجود اللي بدل رأي بدل واحد الجود اعطى الله تعالى أجر أقرأ اعطى الله تعالى أجر أجران أجران هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه وبهذا نختم إن شاء الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار إذا فين غاي يكون الحسد الحسد هنا المعناه هو الغبطة فين خسنين نتنافس مع الناس مع أصحابي وحبابي فين خسنين نتنافس معهم واش في الدنيا دار حانوا تنضيرنا الجوج شرطونوا بين شيرانا ثلاثة لا فين خسنين نتنافس مع الناس فوحد إنسان اعطاه الله تعالى القرآن كرموا بحفظ القرآن كرموا بفهم القرآن فهو يقوم بالقرآن آناء الليل تقوم به الليل وكيقرأه بنهار هذا هو اللي خسنين نتنافس معه هذا هو اللي خسنين نغبطه ونتمنى ونطلبه يا رب يعطيني بحاله حتى لا ما أعطكش الله تعالى وبدك النية غاي بلغك الله تعالى الدرجة دياله ووحد الإنسان خور أعطاه المال لاش يدير به المشاريع ديال الخمور والشوارع ديال الهرم والشوارع نعم السيدي والدور ديال البغاء وتدير بالقصير والفريج وكدير الأخير ماشي هذا هو المال اللي بغيتنا واحد الإنسان اعطاه الله تعالى المال وكي نفقه في أبواب الخير كي يبني به مساجد كي يعطي المساكن الفقراء كي يدير الخيريات كي يدير المستشفيات كي يدير المسارع التي تعود على الأمة بالنفع هذا حتى وخصنين غبطه ونقول يا ربي اعطيني شوية ديال المال باش حتى ننذير بحالات السيد إلا اعطاك الله تعالى خصك الدير ولكن إلا ما اعطاكش وكانت النية ديالك خالصة الله تعالى كيعطيك الأجر اللي كيكتسب هذا الإنسان ذاك الأجر اللي كيكتسب هذا الإنسان كيعطيه لك الله سبحانه وتعالى بأي شيء بتلك النية العظيمة التي نويت نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا مقام الصائمين اللهم اجعلنا في من قبلت صيامهم وفي من غفرت دنوبهم وسترت عيوبهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الجنابه اللهم ألف على الخير قلوبنا اللهم خلقنا بأخلاق القرآن وجمنا بأخلاقه اللهم يا رب نسألك يا رب أن ترزقنا العمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا رب اجعلنا مصاحي فنبشي بين خلقك اللهم يا رب اجعلنا ممن قاده القرآن إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى صخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار وارحمنا وارحم والدنا وارحم من علمنا إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة